مثلا اللي فهمتوا من حضرتك ان دي جامعات خاصة بالدعم الفني يعني حركة قلتلي اكتر ان هي بتاخد مش سنوية عامة بتاخد مؤهلات فنية لا بتاخد سنوية عامة وبتاخد برضو مؤهلات فنية وبتسمح كمان بالمستكملة التعليم يعني اللي اتخرج مثلا من الدبلوم فوقس اللي هو سنتين الدبلوم الفوق المتوسط مثلا وعاوز يرجع يكمل تعليمه المخرجين من بعض المعاهد التابعة للقوات المسلحة الفنية او بعض الجهات اللي بتاخد دبلومات فوق متوسطة وعاوز يستكمل كل دي فرصة ان هو يقدر يكمل تخصصه ويحصل على البكالوريوس التكنولوجي في هذا التخصص هي متدرسة فيها دي هي بنشغالة بنظام 2 بلاس 2 يعني اول سنتين بيحصل على دبلوم الفوق المتوسط والسنتين اللي بعد كده بيحصل على البكالوريوس التكنولوجي ممكن يسيب بعد سنتين حصل على دبلوم فوقت؟ ممكن يسيب بعد سنتين واحنا بنحاول برضو نحط لي يعني برضو عشان ما تبقاش العملية يعني دخل in و out كده دخل وخارجه من ناحية تانية وخلاص بيستكمل المهم هيخرج مستوى لا يهمنا ان هو يعني نصير التجربة زي ما بيحصل في العالم كله ان هو يستطيع ان هو يحصل على يعني عمل في النص اللي عاوز يقدر يحصل عمل في النص ويرجع يكمل الدراسة ده شيء يهمنا اللي عاوز يكمل الأربع سنوات مباشرة بعد حصوله على مستوى عالي يؤهله إلى ذلك أهم حاجة زي ما قلنا حضرتكم ما يميز هذا النوع من التعليم التطبيق التطبيق وده يعني بيضع ضغط علينا أثناء وضع هذه التخصصات قبل ما دات ما نفتح أي حاجة من الشريك الصناعي بتاعنا كنت لسه أسأل حضرتك إيه الاتفاقيات المعمولة سواء بقى مع القطاع الخاص أو القطاع العام إن انت تنقل الطلبة بتوعك للتطبيق يعني المدارس التكنولوجية بتتبع بعض المؤسسات الخاصة وبالتالي هاي اللي بترعاها وبترعا التخصص اللي بيدرسوه طب ماذا عن الجماعات التكنولوجية الجماعات التكنولوجية زي ما يعني اتكلمنا قبل الهواء كان في بعض جماعات تكنولوجية الخاصة بنفس المفهوم المدارس التكنولوجية التطبيقية بنفس المفهوم شغالة يعني شركات بترعا جمعة بكل التخصصات اللي موجود فيها وفي حتى الآن دلوقتي جمعتين خاصتين وحصلين على واحدة في مبتدت بالفعل والتانية السنة دي تبتدئ إن شاء الله وفي واحدة تالتة على الطريق في صعيد مصر إن شاء الله يعني لسه في الإجراءات بتاعتها بتبقى يعني تابعة لمصنع أو مجموعة مصانع مجموعة شركة يعني طبعا مش المصنع ديريكت بيبقى ليه مطالع منه زي جمعية زي اهتمام علمي أو تعليمي بتتقدم للوزارة بالإمكانيات اللي عندها طبعا كل حاجة في الآخر تحت إشراف الوزارة لازم تتم إن في عملية علمية منضبطة تحت مناهج بتراجع من لجان القطاع اللي اختلفة في الوزارة بتخش في مجلس أهل الجماعات برد في لجان القطاع الخاصة بيها طبعا يعني وفقا للبرنامج هل هو تكنولوجي يعني مثلا تبع كمبيوتر تكنولوجي وتبع تكنولوجيات النقل ولا النسيج ولا حاجة تكنولوجيا صناعات دوائية ممكن نروح لجان القطاع الصيدالي نسترشد بيهم وفقا للبرنامج المطروح بنتوجه الأقرب لجنة القطاع بتراجع يعني لجنة القطاع تكنولوجيا الأول باكد بنستعين بأقرب لجنة القطاع بتراجع المناهج وزي ما بقول لحضراتكم ما يهمنا هو المكون العملي وطريقة التقييم بالجدرات إن احنا مش بنطلع إعادة تاني للجماعات العادية احنا بنطلع واحد عنده هانس اون اكسبرينس مهارات حقيقية بتوقع دي فعلا هو يقدر يشتغل فيهمنا جدا نسبة التدريب ويهمنا دايما التعاون مع الشريك الصناعي من أول يوم ودوره واضح في يعني حتى في اختيارنا للوايح وتحديد اللوايح والتدريس يعني ممكن بيحضر كتير في الجماعات أو احنا بالطلبة بتروح هناك في المصانع على فترات طويلة مش زيارات خطفة وخلاص لا حد ما يعني نستطيع نحنا نقول ان الطالب يعني عنده مستوى معين من الجدرات نقدر يعد به المطلوب